السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد. وعلى قل وصحبه وسلم. ازايك يا جماعة يا رب تكونوا بكتروا في افضل حال. والنهاردة ان شاء الله جايلكم فيديو جديد. وبازن الله هنعمل مع بعض النهاردة برضو وصفة جديدة. يلا كده يا جماعة بقى نقول بسم الله ونحط اليوكات كتير للفيديو. النهاردة ان شاء الله هتسمع مني بقى يعني سعر الكاتكوت. اه عمركم هتصدقوا الكاتكوت وصل لكام النهاردة. كاتكوت يا جماعة اه وصل النهاردة 18 جنيه. يعني من اولها جديد. عشان اي حد عنده فراخ. اه يحافظ عليه. يخلوا بلوا منها عشان طبعا تعرفين الجو بارد. فالكاتكوت اللي بيموت النهاردة او احنا لو احنا هتضرنا في اي كاتكوت ده خسارة. يعني كاتكوت عمري يوم ده يعتبر يعني اه اسعار انا عمري ما سمعته. بصراحة يعني. كنا اعلى حاجة كنا ايه نقول يعني كاتكوت مسلا ب12 جنيه. وكنا نقول يا كاتكوت ب12 جنيه. لأ النهاردة وسل ل18 جنيه. فاخدوا بلكم. ويعني على حسب ما بسمع احتمال يبقى في زيادات اكتر من كده. فاللي عايز يجيب بقى يبدأ يجيب برضو يعني علشان خاطر ممكن على رمضان لان معزم الناس على رمضان هتدخل. فحاولي ان انتم جوه بس سلا من دلوقتي كمية عشر عشرين ومستاشر الناس اللي ما اجابتش خالص وعايزة اترابه. فنقعد بالنا كده يا جماعة من من اللي عندها شوية فراخ تخلي بالها منه. تمام? طبعا انتم كنت عارفين الفراخ اللي انا كنت جايبها دي كان الفرخ بتلاتة جنيه. وكان قبل منها كمان يعني كنت قبل ما اجيبها بيوم او بيوما كان الفرخ بجنة ونص. وكان فيه باتنين جنيه. وسبحان الله شوفوا بقى من فرق ما انا كنت جايبها بتلاتة جنيه آآ وصل النهاردة بطمانتاشر جنيه. يعني حاجة بصراحة والله العظيم يا جماعة مش عارف. مش عارف احنا هل اهم من السعر الكتكوت ولا هل اهم العلف ولا يعني الافضل بقى الناس تقطع تربية خالص بس الاسف لو قطعنا تربية مش هنعرف لان احنا خلاص تعودنا ان احنا لازم آآ ما نعرفش ان احنا نشتري لازم نربي. فعلشان جده يعني اي حد حتى لو هجيب عشرة برضه هتوم ربي. لان طبعا يعني داخل عنا رمضان كل سنوة وانتو طيبين آآ هنشتري النهاردة لحمة ولا بكرة ولا هنشتري ايه طالما احنا عندنا يعني الفرخ بيبقى موجود في بيتنا بنبقى متطمنين ان احنا عندنا مسلا طيور في قلب بيتنا عندنا خير كده بنبقى متطمنين. عندك عزومة تعزمي حد عندك يعني عايزة تعمل اي حاجة آآ هتلاقي هتلاقي حاجة عندك هتتباحي. يلا بقى كده نشوف الوصفة بتاعتنا عشان ما نطولش عليكم بس انا حبيت بس ايه يعني اقول لك كلمتين دولت عشان اي حد عندها فرخين زي دولت تحفظ على وتخلي بالي. بصوا بقى يا جماعة آآ النهاردة ان شاء الله هنعمل وصف حلو او بقى علشان ايه المشاكل التنفسية ولو في كحة في اي حاجة ان شاء الله الوصفة دي هتبقى كويسة جدا. تمام? آآ اللي انا يعني هعمله قبل كده او عملته قبل كده في الفيديو اللي فات كنا عاملين برضو وصفة على الاكل كتوصفة تسمين. وكنت قلت لكم آآ ان شاء الله الوصفات الجاية هتبقى تسمين. بس النهاردة بقى يعني علشان خاطر ايه. آآ جو برضو فيه شيتة وكده والجو مش مستقر. فحبت ان انا اعمل وصفة النهاردة حلوة كده. آآ تدف الفرخ. وفي نفس الوقت لو فيه كحة فيه التاشر ما فيه اي حاجة. ديت هتبقى حلو قوي برضو له. طبعا الوصفة عملتها بس بقى تبرد شوية كده ان شاء الله هحطها معكم دلوقتي وهقول لكم برضو هي متكونة من ايه و ايه. بس قبل اي حاجة يعني اللي انا عايزة اقول لكم يا جماعة اخدوا بالكم من الفرشة. الفرشة لو طرية في الوقت دوات حاول ان انتم تغيروا الفرشة حاول ان انتم ما تبايتش الفرخ على آآ على فرشة يكون مسلا مبلول على شرحة الامونيا والحاجات دو كلات. بصوا بقى الوصفة انا عملتها بس اما سوعتها شي. آآ عملتها انا وطلعت. الوصفة انا عملت فيها نعناع نعناع وقرومفل. زي ما تشايفين معايا كده اهيت. وجبت لامونة ورحت مقطعها كده ورحت احطاهم فيه. على كباية مية كبيرة ورحت اغليهم كده لمدة خمس زقايق. ورحت مغطيها عليهم وانا بغليهم. تمام? النعناع من الحاجات الحلوة يا جماعة للمشاكل التنفسية. والقرومفل واللمون يعتبر فيتامين سي كويس جدا. آآ طبيعي للفراغ. طبعا آآ ياريت اي حد يقوم الصبح كده وهو بعلف الفراغ بتاعته على الرئي كده يحط لها لمونة مع معرقة عسل ده هتبقى ممتازة جدا جدا. بصوا بقى دي المكونات بتاعتي. لو انت هتعملوا كباية كفاية لمونة واحدة بس ونعمل كده عليه يجي سبع او تمن حبات من القرومفل وكمان شوية نعناع او عدن نعناع لو كان اخضر عندك ناشف جيب كده يعني حوالي ملو معلقة كده واعملوا لهم الوصف. تمام? ده كده اهي. هنحط الوصفة لهيات او الكوباية لان الوصفة ده مركزة على تلاتة ريخ المايد. تعملها كوقائي لو الفراغ عندي سليمة ما فيش فيها حاجة اعملها كوقائي كده مرة كل اسبوع. عندي الفراغ تعبانة وبتتشم هعملها تلاتة يام وربعض. تمام? الوصفة دي كويسة جدا نجي معه. اي حد عنده اي مشاكل من المشاكل دي يحط لهم الوصفة دي. ده بقى بدل العلاجات والادوية. الادوية يا جماعة زي ما قلنا قبل كده ممكن ما تجيبش معكم نتيجة. اعملها طبيعي افضل واحسن. ده يعتبر موسع شعب اه طبيعي انت بتعملها على ايدك. وفي نفس الوقت كمان بيزود عندك الفراغ. اي وصفة فيها اعشاب ده يعتبر بتزود عندي حجم الفراغ. تمام? فنعملها كده زي ما قلنا نعملها مثلا اي تلات مرات في الاسبوع لو في اي مشكلة من المشاكل ديت. مرة واحدة كوقائي لو الفراغ عند حلوة سليم. تمام? اي كده احنا عملنا الوصفة للفراغ. وطبعا العلف انا مريحاهم الوصفة النهاردة. ما حطت لهمش حاجة على العلف. قلت ياكلوه كده احسن. اي طبعا انتو يعني في ناس كتير انا عارفة ان هي مستغلية العلف وعايزة حاجة بقى تحط للفراغ. ان شاء الله جماعة هنبدأ ان احنا مش هنستنى بقى على ما يبقى الفرخ عنده تلاتين يوم او يبقى عنده خمسة وتلاتين يوم. وبعد كده نخلط لأ ان شاء الله هنبدأ نخلط بس بالتدريج. عشان الفرخ ما يضمر شوين شف مننا. هنبدأ ان احنا بازن الله نشعر كده نشعر عارفين يعني ايه? اه ندي كميات بسيطة او حاجة بسيطة. من الدش من العجم ما تشوش. حاجة كده ايه? يعني تساعد بس مع العلف. بدل مادي الكمية كلاتها علف اه وزالة ماني في في سعر العلف او في حق العلف. لأ هبدأ ان انا ادخل مسلا شوية الدش مع شوية عيش. برضو الفرخ هيمشي معي وهيديني حاجم حالو. طالما انا ما مناعتش عنه العلف. هيمشي برضو حلو معي. اه اتمنى يكون الفيديو بتاعنا عجبكم. تنسوش تحطوا لايكات كتير للفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.